حملة الترحيل القصري للاجئين من الأراضي التركية بدأت تكشف عن أرقام صادمة واستنتخاذ المنظمات الحقوقية للسلطات التركية ففي غضون أربعة أشهر من هذه الحملة التي أطلقت بين يوليو وأكتوبر رحلت الحكومة التركية نحو 3040 ألف لاجئ من دون تحديد جنسياتهم من مدينة إسطنبول وحدها أعلنت أنقرة ترحيل نحو 50 ألف لاجئ من دون تحديد جنسياتهم حملات الترحيل القصري من إسطنبول طالت أكثر من 6000 لاجئ سوري ورغم أن تركيا تقول أنها تستضيف نحو 3.5 مليون لاجئ سوري ولكنها تضعهم فعليا تحت اسم الحماية المؤقتة ولا تمنحهم وضع لاجئ بشكل رسمي وقد نشرت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الشهر الماضي تقارير تفيد بأن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قصرا إلى شمال سوريا وتزعم الحكومة التركية أن جميع العائدين إلى سوريا يفعلون ذلك طوعية بيد أن أظهرت أن التقارير الحقوقية تؤكد أن الكثيرين تعرضوا للضرب والتهديد للتوقيع على ما يسمى بوثائق العودة الطوعية ووثقت منظمة العفو الدولية بعض حالات الإبعاد القصري شملت أشخاص يتم إرسالهم إلى الحدود السورية على متن حافلة مقتذة كبلت أيديهم ولطالما استغل الرئيس التركي ورقة اللاجئين هذه للضغط من خلالها على دول الاتحاد الأوروبي وهدد أكثر من مرة بفتح الباب أمام ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده للتوجه لأوروبا